اشتركوا في القناة املاقة بإلقاء نظرة على أعمق أعماق الكون المعروف خلص علماء الفلك إلى أن النجوم والمجرات التي تمتد إلى حدود رؤيتنا قد تمثل جزءا صغيرا فقط من كل ما هو موجود إنهم رواد نظريات جريئة جديدة تصف كونا يمتد إلى ما هو أبعد من حدود رؤيتنا أين ينتهي هذا كله؟ وأين نحن من؟ اشتركوا في القناة بؤرة استيطانية نائية في جبال الأنديز هنا يفتح علماء الفلك نافذة جديدة تماما على الكون سيرسل تليسكوب روبين بمرآته العملاقة المتطورة دفقا هائلا من البيانات إلى شبكة عالمية من مراكز المعالجة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة والهدف أجسام خافتة تتسابق عبر نظامنا الشمسي نجوم في مجرات بعيدة تنفجر أو تسير نحو استضامات عنيفة انفجارات الطاقة هذه الآتية من زوايا بعيدة في الخليقة هي رسائل من كون يتطور بطرق يصعب علينا فهمها إنها تدفع بنا نحو عصر جديد من النظريات العلمية المتقدمة حول طبيعة الزمان والمكان نظريات تتحدى لافتراضات الفلسفية التي ظلت توجهنا منذ سالف العصور كان الإغريق أول من رأى أن الأحداث الطبيعية ظواهر تخضع للتحقيق البشري وليس لأهواء الآله ذهب أحد الفلسفة والفلكيين وهو أناكسا جارس إلى حد القول بأن النيازك تتكون من مواد موجودة على الأرض وإنها بالتالي قد تكون أتت من الأرض وفقاً للمراقبين أنذاك كان العالم يتكون من أربعة عناصر كلاسيكية وهي التراب والماء والهواء والنار رأى الفيلسوف أرستو أن عالم الأرض يختلف اختلافاً جوهرياً عن عالم النجوم حيث قال إن النجوم تتكون من عنصر خامس لا متغير وغير قابل للفساد أسماه الجوهر الخامسة أو الأثير كان عالم النجوم وفقاً لرؤية أرستو موطن الآلهة ومرتباً في سلسلة متوالية من المناطق الكروية المحيطة بالأرض ماذا سيحدث لو أن محارباً سافر إلى المنطقة الخارجية وألقى بحرباً؟ إلى أين ستذهب؟ يقول أرستو إنها لن تطير في رحلة لا نهائية بل ستنضم إلى حركة النجوم في كرة بلورية تحيط بالأرض لقد افترض أن الكون ومركزه الأرض كان محدود المدى والحجم احتار أرستو في ثغرة ضمنية في هذا الرأي ثغرة من شأنها أن تغير العلم يوماً ما قبل أرستو بما يقرب من قرنين من الزمان بدأ عالم الرياضيات اليوناني فيثا جورس وأتباعه بالنظر إلى العلاقات العددية كمفتاح لفهم العالم من حولهم ولكن في دراستهم للأشكال الهندسية اكتشفوا أن بعض النسب المهمة لا يمكن التعبير عنها بأرقام بسيطة وإحداها هي النسبة بين محيط الدائرة وقطرها المعروفة باسم باي قام علماء الكمبيوتر مؤخراً بحساب قيمة باي إلى خمسة تريليونات خانة مما يؤكد ما عرفه اليونانيون وهو أنه لا توجد أنماط متكررة وأنه لا نهاية في الأفق كان اكتشاف ما يسمى بالأرقام غير المنطقية مثل باي أمراً مزعجاً فكما تقول الأسطورة فقد تم إغراق هيباسوس وهو أحد أتباع طائفة فيثا جورس في البحر لإفصاحه عن وجودها بالنسبة لأرستو كانت فكرة لا نهاية تشيب الفوضى التي نشأ منها العالم للحفاظ على فكرة أن الكون له شكل وحدود صاغ أرستو تعريفاً تاريخياً فمن ناحية أشار إلى الأرقام غير المنطقية مثل باي حيث ينتج عن كل عملية حسابية جديدة رقم إضافي ولكن لا يمكن الوصول إلى الرقم النهائي في السلسلة أبداً رفض أرستو هذا الحل باعتبار لا نهاية المحتملة والأهم من ذلك بكثير في رأيه كانت قيمة تسمى اللانهاية الفعلية لفهم هذه القيمة خذوا مصطرة وحاولوا حساب عدد التقسيمات الفرعية داخل التقسيمات الفرعية يقول أرستو إن هناك رقماً نهائياً رغم أننا لن نعرفه أبداً ظل أرستو متمسكاً بتلك المعرفة لما يسمى بالمحرك الأول أي من خلق الكون والذي يعمل بما يتجاوز قدراتنا الضئيلة أصبحت هذه الفكرة أساس الحجة الكونية أو حجة السبب الأول لوجود الله بعد قرن آخر دمج أرخيميدس اللانهاية الفعلية في قياسات الخطوط المنحنية والأحجام تتلخص طريقته في عملية المحصلة ضع مثلثاً داخل دائرة حوله إلى مربع ثم إلى خماسي وهكذا كلما زاد عدد الأضلاع إلى المال نهاية تساوي محصلة جمع أطوالها محيطة دائرة من خلال تقطيع المنحنيات وتقسيمها إلى عدد لا حصر له من الخطوط المستقيمة تمكن من مقارنة مجموعة متنوعة من المنحنيات والمساحات والأحجام توقع أرخيميد استقنيات ستطور لاحقاً بعد ألفين عام ومع ذلك فإن أفكاره حول اللانهاية لم تستمر بل كانت فكرة أرستو عن الكون المحدود حيث تحتل الأرض مركزه بقوة هي التي انتقلت إلى العصر المسيحي لم يوافق الجميع على الفكرة فقد طرح المفكرون المسلمون والهندوس وحتى بعض المفكرين الغربيين وجهات نظر بديلة تضمنت فضاء لا متناهية في الأوساط الأوروبية أصبحت فكرة الكون المحدود موضع تساؤل خلال عصر النهضة عام 1543 طرح علم الفلك البولندي نيكولاس كوبرنيكوس بأن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس بدأت مدارات الإغريق القديمة بالسقوط حين اكتشف علم الفلك تايكو براهي مستعراً أعظم عام 1572 ثم مذنباً إذ بدأ أن تلك الأجرام تتصرف بشكل مستقل عن النجوم الأخرى ومع ذلك استاء قادة الكنيسة من أي محاولة لتوسيع حدود الكون لأنها تتخطى حدود أرض الله الفريدة لكن ذلك لم يثني رهباً اسمه جيوردانو برونو عن التجوال في أوروبا في ذروة محاكم التفتيش معلناً وجود كون لا متناهن ليتم حرقه حياً على وتد عام 1600 بسبب هذه البدع وغيرها بعد تسع سنوات أي عام 1609 استخدم جاليليو جاليلي أول تليسكوب فلكي لإظهار أن النظام الشمسي والكون أكبر بكثير مما كنا نظن أجبر جاليليو على التراجع عن أرائه ومع ذلك بدأت حقيقة وجود كون أكبر بكثير تترسخ تحدث جون ميلتون عن جيل من العلماء والشعراء في ملحمته من القرن السابع عشر بعنوان الفردوس المفقود حين أرى هذا الإطار الجميل هذا العالم المؤلف من السماء والأرض وأحسب حجمها أجد أن هذه الأرض مجرد بقعة حبة ذرة في نهاية القرن التاسع عشر سعى عالم الرياضيات جورج كانتر لفصل الميتافيزيقيا عن الرياضيات بشكل نهائي واشتهر بضم الأعداد المحدودة واللانهائية إلى نظرية موحدة لمجموعات الأرقام التي تعتبر أساسا للرياضيات الحديثة لإظهار كيفية عملها استخدم المدافعون عليه مثال هذا الفندق الضخم فأنت تصل لتجد أنه محجوز بالكامل لكنك محظوظ لأنه يوجد هنا عدد لا حصر له من الغرف فتخصص لك المديرة الغرفة رقم واحد وترشدك إلى آخر الممر ثم تذهب إلى العمل لتنقل نزيل الغرفة رقم واحد إلى الغرفة رقم اثنين ونزيل الثانية إلى الثالثة والثالثة إلى الرابعة وهكذا إذن في هذا الفندق هناك مجموعة أرقام تتضمن عددا غير محدودا من الغرف ثم هناك نفس المجموعة بالإضافة إلى غرفتك مجموعتان لا متناهيتان ومع ذلك فإن إحداهما هي مجموعة فرعية من الأخرى أتاحت القدرة على استخدام مجموعة لمتناهية ذات أحجام مختلفة لعلماء الرياضيات وضع معادلات تصف الحركة والتغير المستمرين على مر الزمن حتى مع اعتناق علماء الرياضيات لفكرة لا نهاية فما زال العلماء يواجهون صعوبة في دمجها مع الواقع المادي اعتقد ألبرت أينشتاين على سبيل المثال أنه إن لم يكن للكون حدود فإن سماء الليل ستمتلئ بنجوم كثيفة تستع من كل اتجاه وسوف نترنح من تأثيرات الجاذبيات اللامتناهية واعتقد أينشتاين أسوة بأريستو ومحاربه بأن الفضاء منحن بطبيعته ستلتقي الخطوط المتوازية دائماً وستعود أشعة الضوء حتماً إلى مصدرها بقدر ما كان يمكن لعلماء الفلك أن يروا فللكون حدوده إنه يتألف من قرصاً مسطحاً من النجوم دربيت انهارت هذه النظرية في عشرينيات القرن الماضي استخدم كل من إدوين هابل وميلت هيوميسن التليسكوب الجديدة لذى المئة بوصى على جبل والسن في كاليفورنيا للنظر في بقع غامضة من السماء تسمى السدم ووجدا أن بعض هذه البقع كانت مجرات مثل درب التبانة وهي بعيدة جداً والأكثر من ذلك أنها كلما ابتعدت زادت سرعة ابتعادها عنها أدت هذه الحقيقة المعروفة باسم قانون هابل إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن الكون بدأ في لحظة فريدة من الزمن حدث بداي عنيف سمي الانفجار العظيم واستند هذا الرأي على أربع ركائز أساسية الأولى هي أن الكون يتمدد في كل الاتجاهات إذا أعدتم عقارب الساعة إلى الوراء فسترون أن كل شيء له نقطة بداية مشتركة الركيزة الثانية أنه وضع إطاراً زمنياً لتشكل النجوم والمجرات وتوزع المادة على نطقات كبيرة والثالثة هي أنه وضع إطاراً زمنياً للتطور الكيميائي للكون حيث سادت العناصر الخفيفة مثل الهايدروجين في الكون المبكر أما العناصر الأثقل فتولدت بمرور الوقت مع ولادة النجوم وموتها والرابعة والأخيرة هي أنه وصف الكون في حالته البدائية في أعقاب الانفجار العظيم امتلأ الكون بسحابة من الغاز شديد السخونة شتت كل الضوء وحين برد الكون وتشكلت الذرات الأولى تبددت السحابة وأصبح الضوء قادراً على التحرك بحرية بمرور الوقت ومع توسع الكون قد تكون البصمة الطيفية لهذا الضوء قد تحولت إلى جزء الموجات المايكروية من الطيف الكهرومغناطيسي في أحد الاكتشافات العرضية الكبرى على الإطلاق اكتشف زوج من الفيزيائيين هذا الضوء البدائي في الستينيات قام بيل لابس ببناء هوائي عملاق على شكل قرن كجزء من نظام إرسال لاسلكي لمسافات طويلة ثم وجه أرنو بينزيس وروبرت بيلسن هذه الأدات الغريبة إلى الفضاء وحيثما صوباها كانا يلتقطان ضوضاء الموجات المايكروية الزائدة هذه الضوضاء التي هي جزء من التشويش الذي نجده في كثير من أجهزة التلفاز القديمة هي صدى الانفجار العظيم بعد عقود قام العلماء بفحصها عن كثب حيث تم إطلاق تليسكوب هابل الفضائي إلى مداره في الرابع والعشرين من نيسان أبريل عام 1990 في أحد أهم المنعطفات العلمية في عصرنا وكان مسبار مهم آخر قد أطلق قبل خمسة أشهر وهو مستكشف الخلفية الكونية المعروف اختصارا باسم كوبي وقد وجد أن إشارة الموجات المايكروية الخلفية في الفضاء تحتوي على نمط دقيق من البقع الساخنة والباردة حددت البعثات اللاحقة نمطا أكثر تفصيلا بما في ذلك هذه الصورة من مرصد بلانك الأوروبي إن تمكن العلماء من العثور على مصدر هذا النمط فقد يتعلمون ليس كيف بدأ الكون وحسب بل وإلى أين يتجه كذلك في مصادم الهدرونات الأوروبي الكبير يقومون بإطلاق بروتونات تتسابق في اتجاهات متعاكسة في نفق دائري يبلغ طوله 27 كم حين تصل هذه الجسيمات إلى سرعات أقل بقليلا من سرعة الضوء يتم إطلاقها في تصادم عنيف تنفجر كرة نارية تنصل درجة حرارتها إلى ما يزيد عن تريليوني درجة مئوية على حد علمنا فإن آخر مرة كان فيها أي شيء في كوننا بهذه الحرارة كانت في جزء من المليون من الثانية بعد ولادة الكون مباشرة يشكل تناثر الجسيمات دون الذرية خليطا شديد السخونة من الكواركات والجولونات الفكرة هي أن مجال الطاقة البدائية الذي ولد الانفجار العظيم كان منمطا بتقلبات صغيرة ولدت هذه التقلبات موجات ضغط أو تموجات مرت عبر مزيج الكوارك جلون شديد الكثافة ومع توسع الكون كانت هذه التموجات قد أثرت على توزيع المادة على أكبر المطاييس لاختبار هذه الفكرة شرع علماء الفلك في رسم خريطة للكون ثلاثية الأبعاد حرفيا في عصر التليسكوبات التي يتم التحكم بها بواسطة الكمبيوتر والمراقبة الآلية استهدف علماء الفلك جزءا كبيرا من السماء وضع ماسيح سلون الرقمي للسماء في جبال نيو مكسيكو المعيار لرسم الخرائط الكونية على نطاق واسع يتم حفر سلسلة من الألواح الفلاذية بثقوب تتطابق تماما مع مواقع المجرات في سماء الليل وبعد توصيل مستشعرات الألياف الضوئية بالثقوب يتم تركيب الألواح في التليسكوب ثم يلتقط ضوء مئات المجرات كل ليلة ويجمع معلومات حول سطوعها وبعدها عن الأرض من هذه البيانات يقوم علماء الفلك بتجميع أطلس كوني جديد بالكامل بثلاثة أبعاد ريع القائمة في جبال تشيلي يستخدم مسح الطاقة المظلمة واحدة من أكبر الكاميرات في العالم لتقسيم مجال الرؤية إلى 62 راصدا عالي الطقة يلتقط كل واحد آلافا لا حصر لها من الأجرام السماوية تمتد في منتصف الطريق عبر الكون المرئي ليلة بعد ليلة وشهرا بعد شهر تتراكم العروض عبر منطقة مسح تغطي ربع السماء الجنوبية أو ثمن السماء كلها كما ترى من الأرض يوسع تلسكوب روبين المنصوب على جبل قريب تلك المساحة إلى نصف السماء المرئية من الأرض يتم تحديد المسافة التي يمكننا رؤيتها في الكون العميق من خلال سرعة الضوء أي المدى الذي يمكن لضوء الأجرام البعيدة أن يقطعه منذ الانفجار العظيم باستخدام هابل والتلسكوبات الحديثة الأخرى حدد علماء الفلك بأن تلك اللحظة كانت قبل 13.7 مليار سنة مع الأخذ بعين الاعتبار توسع الفضاء منذ ذلك الحين فإن نصف قطر الكون المرئي أفقنا المرئي يمتد لمسافة 46 مليار سنة ضوئية من الأرض إن نظرتم في اتجاهين متعكسين فستجدون أن أبعد المجرات التي اكتشفها تلسكوب هابل الفضائي تبعد في الواقع 92 مليار سنة ضوئية عن بعضها البعض تمتد آفاق تلك المجرات إلى مسافة 138 مليار سنة ضوئية من الأرض فأين تنتهي؟ في الواقع قد تكون البقعة التي يبلغ عرضها 92 مليار سنة ضوئية أي الكون المرئي مجرد بقعة داخل الكون ككل هذه هي النتيجة التي توصلت إليها نظرية مثيرة جديدة مصممة لمعالجة أسئلة حول طبيعة الانفجار العظيم أول هذه الأسئلة كيف أصبح الكون كبيرا بهذه السرعة وثانيا كيف أصبح سلسا للغاية ففي كل اتجاه تنظرون إليه فإن كثافة المجرات هي نفسها على المقاييس الكبيرة أيًا كانت العملية التي دفعت الكون للتوسع إلى الخارج فلابد أن تكون قد مزجته بطريقة ما في لحظاته الأولى تقوم النظرية الجديدة المسمى بالتضخم على اكتشاف أن الفضاء ليس مجرد غياب للمادة كما اعتقد العلماء ذات مرة بل هو في الواقع مليء بطاقة على شكل جسيمات ذات شحنة معاكسة ومادة ومادة مضادة في الثمانينيات من القرن الماضي اقترح الفيزيائي ألن جوث أن مجال الطاقة في الزمن البدائي يتجه فجأة ونتيجة لذلك وفقا لحساب جوث فإن الكون ككلا قد نمى إلى حوالي عشرة مليارات تريليون ضعف حجم الكون المرئي هذه عشرة مدبوعة بأربعة وعشرين صفرا بعبارة أخرى فإن الذرة بالنسبة للكون المرئي تشبه الكون المرئي بالنسبة للكون ككل تساعد ضراوة التضخم الكوني على تفسير الحجم الهائل للكون وسلاسته تساعد ضراوة التضخم الكوني على تفسير الحجم الهائل للكون وسلاسته لكن هذه النظرية الأساسية ما زالت غير قادرة على إخراجنا من نطاق الفكرة التي اعتنقها المفكرون من أريستو إلى أينشتاين والقائلة بأن الكون مغلق ومحدود الحجم وإن كان كبيرا على نحو يحير العقول بدأت الإصدارات الحديثة من نظرية التضخم في إعادة مفاهيم لا نهاية إلى علم الكونيات الرائج لدينا لقد عرف الفلكيون منذ عقود أن كمية المادة التي تمت ملاحظتها في المجرات البعيدة لا توفر الجاذبية الكافية لتماسك هذه الأجرام الدوارة هناك عنصر مفقود لا نراه ولا تزال هويته مجهولة يسميه العلماء المادة المظلمة من خلال إضافة المادة المظلمة إلى عمليات محاكاة الحواسيب العملاقة للتطور الكوني تمكن العلماء من إعادة إنشاء مجالات الجاذبية اللازمة لتشكيل الأجرام العملاقة التي نلاحظها أراد علماء الفلك معرفة ما إذا كانت جاذبية المادة المظلمة كافية لإبطاء التوسع الكوني يوما ما إلى أن يتوقف للإجابة على هذا السؤال سعى العلماء إلى تحسين قياساتهم للتوسع الكوني باستخدام نوع جديد من مقاييس المسافة يدعى المستعر الأعظم من النوع واحد ألف ينبثق المستعر من بقايا متفحمة لنجم يشبه الشمس يسمى القزم الأبيض بالعودة إلى عصر جاليليو أي قبل ما يزيد عن خمسمائة عام بقليل ورأى معظم مراقبي السماء الكون على أنه تجمع من النجوم التي تحيط بالأرض على مسافة قريبة نسبيا لكن جاليليو خلافا لهم أظهر أن النجوم بعيدة جدا عن كوكبنا تخيلوا كيف سيكون رد فعل جاليليو على هذه الصورة للأرض التي تم التقاطها عام 1979 بواسيطة المركبة الفضائية فياجر اثنان أثناء مرورها بالقرب من نبتون منذ عصر جاليليو تحولت أرضنا من مركز كل الأشياء إلى نقطة زرقاء شاحبة ضائعة في الفضاء الواسع نحن نعلم الآن أنها تقع داخل كون من المجرات عنقيد من المجرات من خلال توسيع هذه البناء إلى ما هو أبعد من أفقنا ربما لتلامسا لا نهاية فهل تدفعون اكتشافاتنا على هذا الكوكب الصغير الهامشي إلى ركن أكثر صغرا من الخليقة؟ أم أن قدرتنا على فهم وتخيل الحدود البعيدة للزمان والمكان تزيد بطريقة ما من أهميتنا في المخطط الكبير للأشياء؟ موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا